البداية إذن مع الصحافة الإسرائيلية إذ قالت صحيفة هارتس التي سنبدأ بها إن إسرائيل تستعد لتكثيف وتوسيع هجومها العسكري على قطاع غزة مع تعثر تحقيق أهدافها وأشارت الصحيفة المحسوبة على اليسار الإسرائيلي إلى ما أثبته تضاؤل الدعم العام للعملية العسكرية على القطاع في ظل الإخفاق في تحقيق أهداف الحرب المعلنة حتى هذه اللحظة فضلا عن عدم وجود هدف واضح أو مفهوم لما هي النصر الذي يريد جيش الاحتلال أن يحققه صحيفة تايمز أوف إسرائيل قالت إن المفاوضات الراهنة حول هدنة جديدة قد تسمح لحركة حماس أن تختار من ستطلق صراحهم من المحتجزين الإسرائيليين استشهدت الصحيفة بما نشرته وكالة رويترز حول إصرار الحركة على تحديد من ستطلق صراحهم من المحتجزين لديها فضلا عن شرط انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخطوط المحددة سلفا وفق هذه المصادر فإن إسرائيل بدورها رفضت الشرط الأخير وطالبت بالاطلاع على قائمة المحتجزين قبل تحديد وقت ومدة وقف إطلاق النار لأن حماس تقول إنه لا مجال لأي مفاوضات ما لم يتم وقف إطلاق النار ماذا تقول الصحافة الأمريكية البداية بما أشارت إليه دورية فورين بوليسي حول كيفية انتهاء العدوان على قطاع غزة وطبيعة إمكانية تجنب حرب أخرى قادمة يشير إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إلى عدم قدرة إسرائيل على البقاء في غزة مع نهاية الحملة العسكرية يؤكد أولمرت على عدم وجود بديل سوى قوة دولية يقول إنه يقترح أن تكون من حلف الناتو تحت مضلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومن ثم يقوم مجلس الأمن الدولي بإعادة تشكيل السلطات المدنية في قطاع غزة لثمانية عشر شهرا حينها قد تتيح الظروف إمكانية أن يحل جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية محل القوة الدولية في القطاع دعا أولمرت إسرائيل إلى تقديم ما أسماه الأفق السياسي اللازم لإنهاء الحملة العسكرية مع البدء في محادثات مع السلطة الفلسطينية على أساس حل دولتين داعيا إلى ضرورة تنحي رئيس الحكومة نتنياهو مع حكومته فورا صحيفة نيويورك تايمز قالت أن مقتل المحتجزين الإسرائيليين على يد قوات الاحتلال يعمق شكوك الداخل الإسرائيلي إزاء مستقبل حكم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو تزداد الضغوط الداخلية على نتنياهو في الوقت الذي يقاوم فيه دعوات دولية لوقف إطلاق النار تشير الصحيفة أيضا إلى قيام نتنياهو بقيادة حملة ضد منافسه الرئيسي بني جانس وهو الوزير أصلا في كابنت الحرب الإسرائيلي والذي ينظر إليه على أنه أكثر انفتاحا على المحادثات مع الفلسطينيين حول غزة فيما بعد هذا العدوان موقع أكسيس كشف عن تفاصيل المحادثات الأمريكية الفلسطينية حول مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد انتهاء هذا العدوان طالبت الولايات المتحدة وفق أكسيس طالبت السلطة الفلسطينية بإعادة تنشيط قواتها الأمنية كي تتواجد في قطاع غزة بعد الحرب إلى جانب القيام بإصلاحات وضخ دماء جديدة في السلطة أشار مسؤولون أمريكيون بحسب أكسيس إلى أن إدارة بايدن تريد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء ما أسمته إصلاحات واسعة من بينها ضخ دماء جديدة في قيادة السلطة الفلسطينية كما أوضح مسؤولون أمريكيون أنه جرى مناقشة طريقة لعب السلطة الفلسطينية لدور في تشكيل قوة أمنية داخل قطاع غزة في مرحلة ما بعد انتهاء العدوان وعلى ما يبدو في هذه الرسائل بأكملها حملها جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في زيارته إلى الأراضي المحتلة ولقائه الرئيس الفلسطيني في الصحافة البريطانية أشار مارتين جريفث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في حديثه لصحيفة فينانشل تايمز إلى تفشي التهرب من العقاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكد جريفث وفق الصحيفة على الحاجة الماسة لإنشاء محكمة خاصة حول الوضع في القطاع وصفا إياه بالأسوأ على الإطلاق في سياق آخر نشرت صحيفة ودي جارديان تقريرا حول آثار العدوان على قطاع التعليم ومستقبل حياة الأطفال في قطاع غزة لا يوجد أي شكل من أشكال التعليم أو الدراسة في القطاع في الوقت الحالي تشير أرقام الأمم المتحدة إلى أضرار بالغة في ثلاثمائة واثنتين وخمسين مدرسة أو مبنى دراسي أي أكثر من سبعين في المائة من البنية التحتية التعليمية في قطاع غزة كما تحولت العديد من المدارس وربما الشطر الأعظم منها إلى ملاجئ وأماكن إيواء النازحين بما في ذلك ما يزيد على مائة وخمسين مدرسة تابعة للأونروا وقرابة مائة وثلاثين مدرسة تديرها السلطات المحلية علاوة على التحديات اللوجستية يعاني أطفال غزة من اضطراب ما بعد الكرب أو من اضطرابات ما بعد الصدمة قبل العدوان الجاري كان أربعة من بين كل خمسة أطفال في غزة يعيشون مع حالات اكتئاب وخوف وحزن أرفقت الصحيفة صورة لثلاثة أطفال على النحو الذي يظهرون به الآن ملامحهم يكسوها الحزن والقلق والتوتر أثناء حضورهم ووجودهم في ملجأ مؤقت في ساحة مدرسية في رفح جنوبي قطاع غزة هكذا إذن تقول الصحافة فيما يخص تطورات العملية العسكرية والفشل الذي بات تقريبا موضع اتفاق بين الجميع للعملية العسكرية وعفو للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة